تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج المبارك نتناول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حيث تبيان معاني المفردات وكذلك نبين أهم الأحكام الشرعية التي وردت في هذه الأحاديث سواء هذه الأحكام كانت أحكام فقهية أو عقدية أو غيرها من هذه الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتاب الحج وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين معنى الركنين اليمانيين نسبة إلى اليمن تغليبا يعني هذا الركن الكعبة مكعبة لها جهات أربع يعني الكعبة هكذا هي لها جهات أربع فأحد الأركان هو جهته جهة اليمن فيسمى تغليبا الركن اليماني وكذلك هناك أيضا يسمى الركن الشامي وهو جهته جهة الشام فسمي الركن الشامي والمراد بالركن اليمانيين الركن اليماني هو يعني الشرقي الذي فيه الحجر الأسود وطبعا كما ذكرنا الكعبة لها أربعة أركان للركن الشرقي لها فضيلتان كونه بني على قواعد إبراهيم عليه السلام وكونه فيه الحجر الأسود فهنا الركن اليماني له فضيلة واحدة ألا وهي أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام وبالنسبة للركن الشمالي الشامي الذي هو جهة الشام والركن العراقي الذي هو جهة العراق فإن تأسيسهما داخل على أساس إبراهيم حيث أخرج يعني الحجرة من الكعبة من جهتهما ولهذا فإنه يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل ولا يشرع في حق الركنين الباقيين لا استلام ولا تقبيل لأن هذه الشريعة قد بريت أخواني الكرام على اتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع وأن نحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه وفي ذلك يقول ابن سعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أخواني الكرام أخواني الكريمات لا شك أن هذه المناسك مناسك الحج وشعائر الحج هي من تعظيم شعائر الله عز وجل ومن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فعلى المرء المسلم أن يتبع هدي الكتاب وهدي سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم ولا شك أن هذه الأحكام كلها أحكام الحج ليست مبنية على العقل ولا مبنية على الابتداء كما يفعل الآن بعض الجهال يزيد من كيسه ومن عقله يقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا أو فلان قال كذا فافعل كذا ومن المؤسف أننا نرى بعض حملات الحج يحجون على غير هدي كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ربما يبطل حج البعض قد يكون حجهم باطل أو حجهم ناقص الأجر لذلك لا بد أن نتبع هدي كتاب الله وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نرى يعني في الركن الأسود له فضيلتان كونه الحجر فيه وكونه على القواعد و يعني كذلك أيضا يقبل هذا الحجر الأسود والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتقبيل الحجر الأسود لا شك أنه من السنن لمن يستطيع لمن يقدر على تقبيل هذا الحجر الأسود إذا أنت لا تستطيع أن تقبل الحجر الأسود فلا تؤذي يا عبد الله يا عبد الله لا تؤذي الناس كما يحصل الآن بعض الحجاج والعمار يتدافعون ويريد أن يقبل الحجر الأسود في كل طواف فعليك أن تؤشر بيدك وتكبر وتكتفي بذلك أيضا يجوز لك طبعا الاستلام باليد لركنين اليماني والحجر الأسود وينفرد الحجر الأسود بالتقبيل مباشرة أو تضع يدك عليها وتستطيع أن تقبل يدك بالنسبة للركن اليماني يهتصر فيه على المسح دون مسح الوجه ودون تقبيله أو تقبيل اليد قال ابن عبد البر إنما يعرف تقبيل الحجر الأسود ووضع الحجر عليه وما أعرف أحدا من الفتوى يعني يقول بتقبيل غير الأسود أخواني الكرام أخوة الكريمات قيل أن سبب عدم استلام باقية أركان لأن باقية الأركان ليست على قواعد إبراهيم كما سبق بيانه نسأل الله سبحانه وعلى أن يفق نعو إياكم لطاعته ومرضاته وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفرد بعد البخاري صح والقرآن أخواني الكرام أخواني الكرام لطاعته